جباب الضوء تحياتنا السلام أخي وأختي ضوء الأكوان خير الأكوان نعيش أيام عظيمة تنظرون هذه الشمس؟ ها؟ عندنا ليس شمس واحدة حقيقة مئات من الشموس نعم وهي تخبرك أنك أنت كائن عظيم أنت كائن المحبة الأبدية أنت كائن السلام الأبدي انظروا إلى هذه الطبيعة الجميلة هذه طبيعة كل الأكوان المحبة الهدوء السلام الفرح الأبدي كل واحد يسمعني الآن بهذا التسجيل قول أعيش سلام أبدي فرح أبدي وأستلم في هذا اليوم العظيم محبة أبدي فقط قول معي أستلم استلم محبة أبدي استلم صحة أبدي استلم شباب أبدي استلم قوة أبدي قول معي أرجع لحقيقتي في كل نفس أتنفسه أعيش الضوء قول معي أنا أتيت من الضوء أنفاسي روحي ضوء أنت كل الأكوان نعم أنت المنظور وأنت الغير منظور أنت روح أبدي أنت أتيت من الضوء الضوء ما في حزن الضوء ما في خوف الضوء بمعنى الحرية أنت كائن الحرية أنت كائن الجمال أنت كائن الإبداع الأبدي النجاح الأبدي تمت لحياتك بفرص النجاح طبيعتك النجاح الأبدي هذا يوم الأكوان كلها تحتفل بك هذا يوم أنت ترجع لحقيقتك الأبدية الضوء الذكاء الأبدي روح أبدية قوة أبدية هذه المعاني شباب تحدث الآن في حياتك الكلمة وأنت تسمع هذا الكلام أيضا تبني في فكرك التغيير وخاصة تركز على أنفاسك ترى وأنت تتنفس ترى التغيير عظيم في حياتك نحن نعيش يا شباب أيام عظيمة أي نعم والقادم أجمل وأجمل وأجمل مقبلين لبناء حياة كونية عظيمة نتحدث أيضا حول منهاج مهم منهاج في علوم السفر الكوني والكائنات الكونية ومنهاج أساسيات المتافيزيكس هذه المناهج يا شبابنا تغير من حياتك هناك شيء مهم في علوم السفر الكوني الطلاب أخواني وخواتي هذا الكلام من حبنا لكم الذين يستعدون لهذه المناهج أقول لكم يعني أنجحوا فيها بتفوق لماذا الكائنات العليا كائنات ذكية متطورة في حضاراتها بالتكنولوجيا بالفلسفة الكونية بالعلوم الكونية فالطالب عندما يصعد هناك يسافر هناك ماذا يجد يجد مثلا أطفال هذه الكائنات كائنات الدروميدان والكائنات الكونية الإسودية أطفالهم تمام الطفل تجدوا هناك مليون كتاب هكذا لاحظوا مليون كتاب يستلم المعلومات لمليون كتاب في الأكوان في التكنولوجيا الكونية يستوعبها بسرعة نعم فالطالب الذي يدرس هذه العلوم يجب أن يكون مستعد أنه نقول يتناغم مع ترددات وفكر ووعي الكائنات الكونية والمستويات التي تعيش بها الكائنات الكونية مستويات عالية فأنت كلما تدرس هذه العلوم تفيدك كثيرا كثيرا بل هذا المنهج أنت تأخذه معاك تحتاجه كثيرا هناك إحنا يا شبابنا صعدين نعم الأرض الأكوان النجوم بتغير عظيم تغير إيجابي عظيم فالطالب الذي هو نفترض لم يدرس هذه العلوم يعني ممكن الآن نناقش الأمر التالي انتبهوا مثلا طالب لم يدرس هذه العلوم وعنده اتصالات كونية ناجحة وصاعد إلى عائلته الكونية ننتبه الآن لكن هو ما عنده خبرة بهذه العلوم فالعالة الكونية ممكن تنحرج يعني يبدون يعلموه من البداية لأن هو عندما يصعد هناك سوف يعيش ببعد مختلف بالحضارة بالفكر بالتكنولوجيا يعني يسألهم أسئلة ممكن مكررة مرة مرتين ثلاثة يجيبوه وممكن يرى ظروف هناك ما يفهمها ما يعرفها وقسم منهم ممكن يقولون رجعونا إلى الأرض لماذا يقولون هذا لأنهم ما يقدرون يستوعبون الوعي العالي عندما نقول الوعي العالي يعني تكنولوجيا عالية يعني علوم عالية يعني تركيز عالي يعني ذكاء عالي فهذا المنهج هذه المناهج تمام تضعوك على الطريق الكوني وهذه المناهج أيضا هي بإشراف عوالنا الكونية تعرفون نعم وعوالنا الكونية تبارك هذه المناهج والآن يعني هذا اليوم هم يبدون منهج أول منهج في علوم المتافيزيكس الآن مسألة الإجور نحن وجدنا إذا تضع الإجور مجانا طلاب ما يلتزمون يا شباب ما يلتزمون وحتفت يعني ظروف غير جيدة الطالب لم يلتزم ما هو أنت يا طالب أنت عندما ترسل لنا إيميل تقول أنا أريد أن ألتحق بمناهج علوم السفر الكوني ويأتي الاختبار الشهري طلاب يأخذون عشرة عشرين ثلاثين أربعين هذا ليس صحيحا ما هو أنت ليه التحقت طيب نعطيكم فكرة مهمة نفترض واحد شخص يقرر أن يدرس عزف يعني يتعلم العزف على القيتار تمام ويذهب يذهب إلى مأحد لتعليم العزف على القيتار ويقول لهم أريد أن أتعلم العزف على القيتار ماذا يعمل بالطبع يدرس معهم يتدرب معهم وضع النوايا وضع ماذا النوايا أنه يريد أن يتعلم فنحن استلمنا إيميالات هذا بالسابق يعني والطلاب يقولون أستاذ نريد أن نسجل هذا المنهج بالمناهج يعني مناهج علوم السفر الكوني طيب تعالوا سجلوا التحقوا وبالاختبارات لم يؤدوا جيدا التقارير لم يؤدوها بصورة جيدة طيب أكرر معليش أنا لماذا أكرر هذه المواضيع من حبنا لكم يا شباب أكرر وأكرر أن تصعد إلى أبعاد عليا هذه الكائنات متطورة وأيضا هذه الكائنات عندما تراك أنت مستعد هي تفرح يعني هي تثق بك لكن في حين هو طالب يصعد مفاهم الأمور يعني عندما نقول مفاهم الأمور يعني أمور الوعي العلوم الكونية هو مفاهم طيب هو كيف حيتعشق مع حياتهم هناك مثلا ممكن يعني يعني هو خلي نفترض صعد إلى كائنات الاندروميدن ويرى كان من كائنات الاندروميدن مباشرة يختفي من أمامه ممكن يتفاجئ ما أعرف يعني كيف سوف يتصرف يعني أقصد الطالب الذي لم يدرس هذه العلوم الحياة مختلفة يا شباب هناك تحتاج أنك تفهم العلوم الكونية بل تجتازها بنجاح وبتفوق مسألة الإجرار إذا يعني شخص يقول مثلا أنا ما عندي 300 دولار نقول له هذا فكر محدود أنت تعيش في كون الثراء يا أخي ويا أختي الطالب عندما يضع النوايا أنه يتعلم هذه العلوم الكون يثريه بآلاف من الدولارات لأننا نعيش في كون الثراء فأقول لهذا الطالب أقرأ كتاب قوتك الغير المنظورة أقرأ كتاب قوة الوعي ترجمناها ناقشناها وأيضا في هذا المنهج نحن يعني نستمر ندرسها ونناقشها بعمق فالمسألة ليست بالمال يا أخي ويا أختي المسألة أنت كيف تنظر إلى المال أنت كيف تنظر يعني فلسفة حياتك إذا الإنسان يعيش بوعي القلة هذا يسمى وعي المحدودية فبالطبع هو لا يستطيع ممكن أن يحصل أن يحصل 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 على ماذا يحصل على الأشياء التي يريد أن يحققها فهي مش المسألة 300 أو 500 أو ألف المسألة بالوعي بالفكر طالب المتافيزيكس طالب علوم الوعي يعلن هكذا يقول أنا الثراء أنا الإرادة الأبدية أنا الضوء أنا كون السلام أنا كون الثراء يتنفس ويرى أنفاسه تجلب له مئات الآلاف من الدولارات إذا يريد مال لكن إذا يريد مال أقصد يريد أن يستخدم المال بالطريق الصحيح يريد أن يتعلم هذه العلوم فالأكوان تمنحه مش يأتي نطالب يقولي أنا ما عندك 300 دولار طيب إذا هو ما عندك أنت 300 دولار أنت تثبتها على نفسك كيف حتدرس العلوم كيف حتصعد إلى كائنات عليا إذا تصلي باستمرار الصلاة الضوئية وتعلن أنا الثراء أنا محبة بدي وترى نفسك أنت كائن النجاح ترى نفسك يعني بالبناء الإيجابي ترى نفسك روحك وأنت في عوالم الضوء ترى نفسك روحك أنت نجمة ضوئية تشع ضوء نعم هكذا تطبقها مرة مرتين ساعة ساعتين توقج الشموع بالسمرار تبارك نفسك تملأ روحك بالضوء تقول أنا ضوء بقوة لأنه لا الوعي الكوني يحتاج جرأة يا شباب الوعي الكوني يحتاج جرأة يحتاج شجاعة أنت ترى نفسك أنت ثراء أنت قوة أنت جرأة هذا يحتاج شجاعة تلاحظون الفكرة الفكرة ليست بثلاثمائة دولار أو ألف أو مليون دولار الفكرة بالجرأة كيف ترى الكون ما هي فلسفة حياتك فلسفة الحياة مهمة جدا جدا فلسفة الحياة أنت كيف ترى نفسك كيف ترى حياتك كيف ترى الكون كيف تفسر الكون هل تفسر الكون على أنه إيجابي سلبي هل تفسر الكون أنه إيجابية مطلقة طيب أنت ما هو موقعك من الكون هل أنت جزء من الكون هل أنت في روح الكون هل أنت منفصل عن الكون تلاحظ الفكرة فهو الأمر الأمر بالوعي فكرك 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 أنفاسك مشاعرك أحاسيسك هذه هي التي تحدد حياتك بالمشاعر أكرر وأكرر بالمشاعر الأمر يعني حياتنا بالمشاعر مشاعرنا أحاسيسنا آراءنا فالمال يأتيك طيب إذا أخذ تقول مثلا ضمن عائلة متشددة ما أقدر أقرأ أو ما أقدر أدرس أقول لها مش هكذا عندما تعلنين أنت الضوء عندما تباركين نفسك وعندما ترين نفسك أنت قادة كونية عظيمة وتقولين أنا الأكوان الأبدية أنا المنظور أنا الغير المنظور فالعائلة المتشددة ما يقدرون عليك يا أختي دائما تجدين هناك فرص حتى تدرسين دائما تجدين هناك فرص تكسبين مال أكثر عندما تعيشين حقيقتك ما هي حقيقتك يا أختي المباركة حقيقتك أنت أتيت من الضوء فكل أخت تسمعني قولي معي الآن أنا أتيت من الضوء قوليها أنا أتيت من الضوء انظري إلى إلى هذه الطبيعة الجميلة قولي أنا هذه الطبيعة الجميلة أنا الجمال الكوني الأبدي قوليها اترك الماضي الآن اترك المخاوف ركزي على حقيقتك الضوءية انظري إلى هذه الصورة هذه مش فقط صورة يا شبابنا هذه مش فقط صورة هذا أنت أنت كل الأكوان فهو التركيز ننتبه التركيز 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 في حياتك إنك ترى حياتك أنت كل الأكوان أنت القوة أنت النجاح أنت الإبداع أنت السلام وتعلن باستمرار هذا ترى هذا باستمرار يحتاج جرأة ويحتاج استمرارية لا تتأثر بما يقوله أو تقوله لك العائلة المتشددة أنت كافر أنت كافرة أنت خرجت عن الدين كلها تمثيليات تمثيليات الفكر المحدود الفكر المحدود ما عنده قوة عليك ما عنده قوة عليك لماذا نقول هذا لأنه أنت يا أخي وأنت يا أختي المباركة أنت وأنت أنتم من الضوء اعلن هذا هذه حقيقة أبدية أنت من الضوء أتيت فما يقدرون لا عالم متشدد تمام ولا فبركات ولا أي شيء محدود عندما تصعد إلى حقيقتك إلى عوالم الضوء وتردد تقول تراه بالبناء الإيجابي أنت عوالم الضوء تبارك نفسك توقد الشموع بالسمرار وتعلن تقول أنا الثراء أنا المحبة أنا الجمال أنا الهدوء تنظر إلى السماء وتقول أنا السماء تنظر إلى النجوم تقول أنا النجوم تنظر إلى الشمس تقول أنا الشمس نعم تتنفس باستمرار وتقول في كل نفس ستنفسه أزداد ثراء أزداد محبة أزداد ضوء أزداد فرح أزداد سلام باستمرار الاستمرارية مهمة جدا الاستمرارية مهمة جدا الاستمرارية مهمة جدا الجرأة لاحظوا كم مرة أكرر الجرأة هذه العلوم للجريء وأنت جريء اعلنها قول أنا الجرأة أنا الشجاعة الكونية أنا الحب الكوني أنا قوة أبدية تنفس الآن يا أخي ويا أختي تنفس الآن ركز على الكلمة الآن تنفس تنفس بقوة بكل ما عندك من قوة الآن كل واحد يسمعني بكل ما عندك من قوة تنفس وقول في كل نفس تنفسه أزداد بالمال قول بقوة في كل نفس تنفسه يأتي مال كثير في حياتي في كل نفس أتنفسه وأعيش صحة عظيمة في كل نفس أتنفسه وأعيش تركيز عظيم في كل نفس أتنفسه وأعيش حب عظيم في كل نفس أتنفسه وأعيش ضوء عظيم في كل نفس أتنفسه أرجع إلى الضوء وأعيش الضوء أنا من الضوء أتيت أعلنها أنا من الضوء أتيت بقوة أكثر أنا من الضوء أتيت أنا من الضوء أتيت آمين 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 استلم يا أخي ويا أختي في هذا اليوم وكل يوم الضوء تعيش ضوء ممتلئ بالضوء حياتك ضوء روحك ضوء أنفاسك ضوء آمين آمين آمين